القائد العام للقوات المسلحة المشيرة كان حرب خليفة أبو القاسم حفتر وكل أبنائه ورفاقه في المؤسسة العسكرية الليبية العريقة اليوم نتلقيكم بعيدا عن الأحداث العسكرية وعن الأخبار العسكرية لأن كل ما يخص الشان العسكري هو في بند سري للغاية ويجب أن نتجنب الحديث فيه أو الخوض فيه ولكن نتقلقكم اليوم لنوضح لكم الدور التاريخي المشرف للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة سيدي المشير في الحرب على الإرهاب ودحر الجريمة ولأهمية البالغة تضيفها القيادة العامة القوات المسلحة في خارطة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وهناك الكثير من الأسئلة ترد من خلال الصحفيين خلال الأسبوع يتم تجميع هذه الأسئلة ويتم الإجابة عليها في مؤتمر صحفي لتعم الفائدة لبقية وسائل الإعلام القوات المسلحة العربية الليبية التي أصبحت في تعداد كبير جداً وقوة عسكرية ضاربة انطلقت بعدد قليل من العسكريين ولكن بإرادة وعزيمة وطنية من أجل القضاء على الإرهاب ودحر التكفريين ومنع الجريمة وإنهاء الفوضى الأمنية والدينا أرشيف هائر جداً لجرائم ضد الإنسانية وضد الإنسانية المفاهيم والمبادئ الإنسانية القالدة للدينات السماوية ارتكبت في ليبيا وقد وثقنا كل حالات الاختيالات والخطف والاتزاز ارتكبت في يوارات الاختيالات ويتم تريدهم عزيمة كل من المقبلة من المقبلات الإنسانية والخطف والمنع الاختيالات ودينا كذلك تسجيلات لعناصر إرهابية خطيرة جدا تهدد في رجال القوات المسلحة ورجال الأمن كذلك النشاطاء والإعلاميين والسياسيين والحقوقيين ومن يريد أن نتحدث على القيادة العامة علينا استذكر 2012 و2013 وحتى 2011 إلى 2014 ماذا كان يحدث في بنية بنغاسي ومن الذين يريد أن تتحدث عن القيادة العامة عليهم يجب أن تذكر أولا ما حدث في 2011 و2013 و2016 سجلت جريمة تمر هذه الأيام الذكرى الرابع لهذه الجريمة وها جريمة حرب بكل مقييس القانون الدولي الإنساني